نروح لإيه بقى؟ خلينا نروح للمنتخب السعودي السعودي ياريت لأن احنا بنتكلم على منتخب عربي أنا شايف أن هو هيقدم أداء جيد أنا قلت من يومين وقلت خليه برضو الأيام تبقى بيننا أن السعودية هتقدم أفضل نسخة لها في تاريخ مشاركة في كاس العالم تصوري مع القايمة الموجودة دلوقتي مع مدير فني هيرفي رينار مدرب كبير وراء هو القصة كلها في هيرفي رينار صحنا بنتكلم على واحد من المدربين المتمرسين جدا في البطولات المجمعة صحنا نكلم على بطولات أفريقيا أو بطولات كاس العالم تواجده مع المغرب في النسخة اللي فاتت هو سايق الحظ لأنه هو وقع في مجموعة صعبة جدا مع البرتغال وأسبانيا ورغم كده قدر يكون ند ليهم وقدم مباريات جيدة تابعنا المنتخب المغربي في البطولة اللي فاتت فهو مدرب بيقدر كويس يخلي فريقه يظهر بشكل جيد في البطولة ونتمنى للمنتخب السعودي التوفيق في مجموعة احنا بنتكلم في مجموعة يعني باستثناء الأرجنتين اللي ممكن تكون حجزة مكانها في الصدارة بنتكلم في مجموعة في الإمكان المكسيك وبولندا منتخبات تقدر تاخد منهم نقطة ليه لا ممكن تتعادل مع المكسيك وتكسب بولندا يمكن بولندا هي الحالة الأضعف في المجموعة لكن انت بتتكلم عن منتخبات تقدر تتأهل لو انت لعبت بشكل جيد تتأهل حظ السيء ان البداية هتكون مع الأرجنتين ودائما البداية بتفرق احنا شفنا منتخب مصر مع أورجوي بدايته في 2018 انا شايف دايما المنتخب المصري في البطولة دي لو كان حافظ على التعادل وكان كمل ضد أورجوي كان المشوار اختلف ضد روسيا والسعودية عشان كده البداية دايما بتكون مهمة وحظ المنتخب السعودي السائي وقعه مع الأرجنتين في البداية ونتكلم على قائمة قوية جدا قدر المنتخب السعودي يتأهل بالتصفيات على حساب المنتخب الياباني المنتخب القوي جدا المنتخب الاسترالي وقدر يهزم اليابان وتأهل بسهولة كبيرة وحتى الشعب السعودي استغرب مدى السهولة اللي حصلت في التأخل في التصفيات وقال ان هيرفرنار فعلا المدرب قادر ان هو يخلي على الأقل شكلنا نقدم كورة كويسة في كاس العالم يلا واحنا ماشيين برضو قولي القارب طبعا محمد العويس هو الحارس الأساسي والقدم مستوى جيد جدا في المباريات الودية طبعا البليهي مع اللعب العبدالله العمري واحد من قلوب الدفاع سلطان الغنام مدافع النصر المتميز في وسط الملعب طبعا واحد القائد واحد من نجوم الدور السعودي ونجمي نادي الهلال سلمان الفرج هيبقى متواجب بشكل أساسي وفي وسط الملعب هيبقى معاه عبدالله الملكي واحد من النجوم برضو الصعيدة في الكرة السعودية مع طبعا محمد كنو لعب الهلال هيبقى متواجد سلاسي في وسط الملعب في خط الهجوم اعتقد ان ياسر ياسر سلم الدسري موجود فهد المؤلد بس هو احنا عندنا فهد المؤلد هو تم استبعاده من يومين فهد المؤلد بسبب كان عنده قضية في قضية مناشطات هو ما تمش ثبوت ان هو تعاطي المناشطات لكن كان عليه قضية وفيه خلاف ما بينه وفيه دلوقتي القضية منظورة في المحكمة فالالتحاد السعودي قال ان هو يبتعد تماما عن الشبهات وتم استبعاد فهد المؤلد وبقى انضم مكانه نوافل عابد لعب خبرة برضو موجود في المتحصر صالح الشهري اعتقد ايه موجود في التشكيل هو الكلام ما بين صالح الشهري وفراس البريكان لان رينار في فترة اخيرة اعتمد على فراس البريكان وهو هدف مميز فاعتقد انه ممكن تكون فيه مفضلة ما بينهم لكن يعني البريكان برضو ليه دور مهم مع انتخب السعودي طيب ده بالنسبة لمنتخب السعودي